بسم الله الرحمن الرحيم عن نفسه ومخبرا عن ما دراء شخصه وصلى الله على نبينا محمد الخاطب الأنبياء ومبلد أنباءه وعلى آله وأصحابه وأصياده أيها الإخوة والأخوات الكرام أول ما أبدأوا به الكلام تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي هذه الليلة المباركة وقد تجاوزنا العشر أول من رمضان واليوم نحن في اليوم السابع عشر من رمضان وهذا اليوم مذكرنا بأول غزوة طابة بها المسلمون ضد بشريكي قريش يقول القائل لماذا نحتفل بذكرى هذه الغزوة والرسول صلى الله عليه وسلم عرف العديد من الغزوات كذلك كانت هناك سرايا كثيرة والفرق بين السرايا والغزوات أن الغزوات هو التي شارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا لجيش المسلمين أما السرية وجمها سرايا فهي التي ضارت فيها المعركة بين جيش المسلمين وجيش المشركين دون أن يكون الرسول خاضرا فيها كان يؤمر قائدا وينطلق الجماعة لهذا الجهاد نحن نحتفل بغزوة بدر لأنها أول غزوة تمت بين المسلمين من ناحية وبين مشركي قريش من ناحية أخرى وكانت نقطة البداية لبناء الدولة الإسلامية بناء متيمة وسنرى ذلك أثناء ما سيأتي في هذه المحاضرة إذن نمتقي في هذا المسجد المبارك لننظر في غزوة بدر وأقول لننظر ولا أقول لنسرد الأحداث لأن الأحداث يمكن أن نقرأها أي شخص في كتاب أو في دراسة لأن الغاية من أحياء ذكرى مثل هذه المناسبات الخالدة هو أخذ العبرة والدروس بما يجعل حياتنا مرتبطة بديننا الحنيف ارتباطا كبيرا كلما مرت الأيام ازداد في نقوسنا وأرواحنا متانة كما هو معلوم فإن غزوة بدر تمت في مثل يومنا هذا أي في السابع عشر من رمضان المبارك وتسمى أيضا بغزوة بدر الكبرى وبدر الكتاب ويوم الفرقان وهي غزوة وقعت في السابع عشر كما ذكرنا في العام الثاني للهجرة الموافق للثالث عشر من مارس سنة أربع وعشرين وستميات يعني منتصف القرن السابع ميليات بين المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبيلة قريش ومن حالفها من العرب بقيادة عمر بن هشام المخزومي القرشي وتعد غزوة بدر أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة وقد صميت بهذا الإسم نسبة إلى منطقة بدر التي وقعت المعركة فيها وهي تبعد حوالي مئة وعشرين كيلو متر عن المدينة المنورة وبدر بئر مشهورة تقع بين مكة والمدينة المنورة ليتساءل سائل لماذا كانت هذه الغزوة بالذات ولماذا في السنة الثانية للهجرة هجرة يعني بعد أن خرج المسلمون من مكة إلى المدينة وهم ضعاف وقد تركوا أموالهم وتركوا أمتعاتهم وتركوا حق عائلاتهم فرارا بدينهم إذن بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وبدأ بإنشاء الدولة الإسلامية حرص على تحقيق ما يضمن الاستقرار للمسلمين سواء داخل المدينة أو خارجها وذلك بإبرام المعاهدات مع بعض القبائل المحيطة بالمدينة المدينة كانت محلة غزو من القبائل المجاورة للمدينة إلا أن ذلك لم يضمن الاستقرار الكافي للمسلمين يتسأل لماذا أيضا؟ وقد فروا من مكة إلى المدينة لأن اليهود وبعض المشركين ما زالوا يعيشون بينهم يهود المدينة ومنافقي المدينة ابن سلول وغيرهم كذلك علاقة قريش بالقبائل المجاورة قوية ثم السبب الأهم في هذا الانتظار إلى السنة الثانية للهجرة أن القتال كان لا يزال ممنوعا على المسلمين ومنهاجهم هو فقط الإعراض عن المشركين حتى نزل قوله تعالى في سورة الحج الآية التاسعة والثلاثين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمون وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله مولانا العظيم إذن تغير الوضع من تف وإعراض عن المشركين إلى السماح بقتالهم وصنع رسول الله باقتراب قافلة قريش العائدة من الشام ويرأسها أبو سفيان فقرر مهاجمتها لأنها كانت محملة بأموال قريش ولم يكن يحمل قافلة سوى أربعين رجلا أو نحو ذلك نتوقف قليلا يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف قريش كانت لها رحلتان تجاريتان رحلة في الشتاء في اتجاه اليمن وبالضبط منطقة حمير في اليمن ورحلة في الصيف إلى بلاد الشام وخاصة منطقة بصرة وليست البصرة طعم عراق لا بصرة الشامية هذه إذن أبو صفيان كان في رحلته إلى الشام فسمع الرسول والمسلمون بهذه القافلة يقول القائل هل أن الرسول والمسلمون هم هنا يلعبون دورة المتصدي للقافلة مجرد يعني أنهم يظلمون ويفتكون لا لأن المسلمين كما ذكرت منذ قليل لما هاجروا من مكة إلى المدينة لما هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا قمنا أموالهم وتركوا كل فرواتهم وفروا فراراً بتينهم ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل المهاجرون إلى المدينة كان يؤاخي بين المهاجر والأنصار يؤاخي بينهم حتى يتمكنوا من العيش بسلام ويوفروا الحد الأدنى من العيش الكريم فهذه الأموال يعني استغلتها قريش ونمت بها تجارتها إذن المسلمون هنا ليسوا في موقفهم من يريد أن يأخذ الأموال من غيره ولكن هما يستردون بعضاً من أموالهم التي بقى في مكة والتي استغلها المشركون وكان نازماً على أن تكون هناك تهيئة نفسية المسلمون لم يدير أية حرب إلى حد الآن التاهيئة النفسية قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بالإعداد التربه من نفسه لأصحابه لتظل روح الجهاد عادية لديهم وتتمثل حكمة القائد هنا أن مهاجمة قوافق قريش المتجهة إلى الشاب هو الحل الآن سد للقوة الإسلامية من حيث العدد والعربة وضمان الرجوع السريع إلى المدينة نظراً إلى أن هذه القوافق تمر بالقرب منها نحن نعلم أن هناك هاجز دائماً بالمسلمين هو عدم ترك المدينة خالية من جيش المسلمين لأن هناك تمرقلنا قبائل مجاورة تتربص دائماً بالمدينة وبالمسلمين فعقد المبي صلى الله عليه وسلم مجلساً بالتشابر مع صحابته الكرام في خصوص الخروج لاعتراض عير أبي سفينا فوافق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأيدا هذا الخروج حتى قال أحد الصحابة واسمه المقدان ابن عمر كلاماً رائعاً قال يا رسول الله امذي لما أراك الله فنحن معك والله لا يقول لك والله لا نقول لك كما قالت بلود إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلاً إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلاً إنا معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو صدت بنا إلى إلى برك الغماد لا جالتنا معك من دوني حتى تبلغه برك الغماد هي من تقع في غرب الجنوب الجزيرة العربية على مفاف البحر الأحمر وبعيد عن مكة في ذلك الزمن يعني يقام أصار خمسة ديالة يعني ماذا يريد أن يقول هذا الصحابي يقول حتى ولو كانت ما ستأخذنا إليه مكاناً قصياً بعيداً فنحن معك ولا يعني ندخل بهذا الخروج وما زال النبي يستشيرهم حتى قام أيضاً صحابيهم آخر واسمه سعد ابن معاف رضي الله عنه وقال كلاماً بليغاً من أهمه لكأنك تريدنا يا رسول الله فوالذي بعثك بالحق لو استعرفت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف بنا رجل واحد في سن على ورقة البيان نتوقف قليلاً هنا لنرى أن الرسول رغم مكانته فهو لا يستلتف من أن يتشاور مع أصحابه وأن يستعنس برأيه نتوقف قليلاً نتوقف قليلاً نتوقف قليلاً نتوقف نتوقف قليلاً 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 موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعث رجلا من القافلة وصلوا ضمضم ابن عمر الى مكة يستسرق اهلها لحماية القافلة ولم ينتظر وصول المدد من اهل مكة بل بذل اقصى ما لديه من دهاء وحكة للغروب من جيش الرسول صلى الله عليه وسلم فسارع بتغيير اتجاه القافلة تاركا بدرا يسارا فدجت بذلك القافلة القافلة هذه التي كان يقودها ابو سبيان كان معه اربعة عشر نفرد وبذلك يصد على المسلمين ان يستحبذوا على القافلة وينقصنوا عليها ولذلك بعث الى مكة يستسرق اهلها حتى يأتوا لارقاذ القافلة وفي نفس الوقت استعمل الدهاء وتمثل في انه غير اتجاه المسير حتى نجد القافلة من المسلمين فلما نجد القافلة من المسلمين لم يكن هناك داعا حتى ترسل قريش جيشا لحماية القافلة لأن القافلة نجد ومع ذلك اصر القريشيون على الخروج ومن الذي كان ينصر على ذلك هو ابو جهل لماذا؟ حتى يؤدب المسلمين هذا رأيه يؤدبهم حتى لا يعيدوا الكرة مرة اخرى اذا لما صمعت قريش بما جاء به ظنظل تجهزت بسرعة وخرج رجالها فيما يقارب الف مقاتل منهم ستمائة يلبسون الدروع اما البعير والخير وكان معهم سبعمائة بعير ومائة فرس بالاضافة الى القيام وان هنا دور المرأة التي تلعب في تحمية يعني الجهد وتحبيسهم على الجهات أتوا بالقيام يغنينا بظلم المسلمين وبالرغم ان ابا سفيان كما قلت أرسل معهم خبر نجاة الطافلة واخبرهم بالرجوع قالوا لجائد من القدوم ارجعوا إلا أن أبا جهد رفض الرجوع وعزم على المسير بالجيش إلى أن يصل بدرة فيقيمون هناك ثلاثة أيام يأكلون ويشربون ويغنون حتى تسعى بهم قبائل العربي وذلك بهذا في فرض السيطرة والهيبة لقريش وتتعين مكانتها هذا ما يسمى اليوم بالإشهار إشهار القوة حتى ذا يعيب أي مسلمة في المستقبل يعني قرارا بمهاجمتهم ووقع هناك تطور مفاجأ للأحداث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نجدت القافلة سمع بأن قريش مستقلة على القدوم فكان من الأجدى أن يخرج من المدينة ولا أن يترك الغزو في المدينة لأن المدينة فيها أهالف هدساء صغار فيها شيوخ فمن الأحسن أن يخرج خارج المدينة باعتراف هذا الجيش علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر تغيير القافلة لمصارها وأن جيش مكة خرج وواصل سيره بالرغم من نجاة قافلتهم ورأى أن الرجوع إلى المدينة يدعم المكان العسكرية لقريش ويضع تلمة المسلمين فيها فسارع إلى عقد مجلس عسكري طارق مع أصحابه وقد بيّن لهم خطورة الموت إذ أنهم مقدمون على أمر لن يستعدوا لهم ما كانت بجاهزيتهم أنهم سيلاقون مشركين قريش فهم خرجوا الحقيقة لأمر بسيط استرجاع بعض الأموال من القافلة ولكنهم وضعوا جمهور صعب الآن فما كان من المهاجرين والأمصار إلا أن وقفوا وقفة رجل واحد إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم مبشرا سيروا على بركة الله وألشئوا فإن الله قد وعلن إحدى طائفتين والباه بكأني الآن أنظر إلى مصار القوم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصل أولا إلى مياه بدر ونعرف قيمة المياه في تلك السحارة ليمنع المشركين من الاستيلاء عليها وبعد أن اقترب من أدنى ماء من بدر نزل بها وكان قد علم أن حباه من المنظر من رسول الله أن المنظر الذي نسله الجيش هو من بال الحرب وليس أمرا من الله يعني ليس وحيا من الله لا يمكن تجاوزه وهنا نفهم أن ما أتى من كلام الله لا يمكن الاشتهاد فيه نحن ناشتهاد في الأمور التي لم تكن فيها نص صريح أما إذا كان هناك نصا صريحا في القرآن فلاشتهاد في ذلك إذن لما علم لأن المسألة هي مجرد رأي غير الخطة وقبل الرسول تغير الخطة الخطة تتمثل في أن يلزل الجيش بأدنى ماء من المشركين ويمني هناك حوضا يملأ بالماء ليشرب المسلمون منه دون المشركين فأخذ رسول الله بمشورته هنا حكمة القائد أنه يستبعي إلى رأي الأخر يقول الآن رسول الكلمة الأولى والأخيرة يستمع ويأفوذ بالرأي إذا كان الرأي بتبيعة الحال صحيحا وسليما وتحسبا للطوارف اقترح سعاد بناء مقر للقيادة بهدف الحفاظ على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فتم بنائه على مرتفع يطل على ساحة المعركة وتكفل سعد مع شباب من الأنصار بحماية الرسول صلى الله عليه وسلم بات المسلمون ليلتهم وقد امطلأت قلوبهم بالثقة والاستبشار بعطاء الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفقدا لأصحابه يعني ما القدش للك وهو يتفقد ويجول بين صفور المسلمين ومذكرا لهم بالله واليوم الآخر ومتضرعا لله جل وعلا بقوله اللهم اينما وعدتني اللهم انجز ما وعدتني اللهم انتهدت هذه العصابة من اهل الاسلامي فلا تعمل في العرض ابدا فانزل الله في تلك الليلة مطرا خفيفا يثبت به القلوب ويطهرها من وسارس الشيطان ويثبت به الاقدام حيث ان الرملة تماسك وتلبت بماء المطر فسهل المسير عليه وقد قال الله تعالى في هذا الشأن إذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ناء ليطهركم به ويذهب عنكم والرز السيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام صورة بالانفال يعني الآية الحال عشر وفي يوم الساعتاشر الذي هو مثل يوم نهاتا من رمضان بلأ المشركون بالهجوم عن طريق الاسود ابن عبد شمس الذي حلف اقصى ان يشرب من حوض المسلمين فان لم يتمكن هدمه فتصدده عم الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب حتى قتله وبقتله اشتعل اقنار الحرب فخرج ثلاثة من افضل فرسال قريش وهم عقلة واخور شيدة ابنها ربيع والوليد ابن رقبة يطلقون المبارسة فاخرج لهم عسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة ابن حارف وعمه حمزة ابن عبد المطلب وابن عمه علي ابن ابي طالب الذين تمكنوا من قتل منافسيهم فبلغ الغضب اوجه لدى المشركين هم ظنوا في البداية انها ستكون نزهة خفيفة حرب خفيفة سيقضون على المسلمين عندها فاذا باحسن فرسالهم يموتون منذ اول او يقتلون منذ اول وحدة اذا بلغ الغضب اوجه لدى المشركين لهذه البداية المحبطة فهجموا هجمة رجل واحد على المسلمين منتبعين اسلوب الكر والفر في قتال يعني يتقدمون ثم يتأخرون ليس هلوبا ولكن العودة من جديد باكثر قوة مندفاع اما اما المسلمون فقد قاتلوا باسلوب مختلف تماما حيث اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب المقاتلين صفوفا فجعل الصفوفا الاولى او الامامية تقاتل بالرماح لمواجهة كرسان العدو اما بقية الصفوف فقد كانت قرب العدو بالنبال مع رباط الصفوف جميعها يعني ما يتقدموش يظلوا في مكانهم في مواقعها حتى يفقد المشاركون الزخمة في عددهم وما يجبون شكبوا بالعدد يعني يصفي الكثير من هذا العدد وبذلك تعود الثقة اكثر في نفوس المسلمين فتقدم الصفوف كلها فتقدم الصفوف كلها مهاجمة العدو وبذلك يكون الرسول صلى الله وسلم قد اتبع اسلوبا جديدا في القتال يقوم على الدفاع والوجوب في آن واحد مما وقفر اسباب النصر على المشركين تابع المسلمون قتالهم بحماس وشجاع واستمر الرسول يحفهم ويشجعهم وواصل التورع لله والدعاء للمسلمين حتى اوحى الله اليه يقول الله تعالى في صورة الألفال أيضا الآية التاسعة إذ تستغيشون ربكم فاستجاب لكم أني ممتلكم لألف من الملائكة مرتفين وأمر الله ملائكته بقوله أني معكم تثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعبة فظربوا فوق الأعناق واغربوا منهم كل بنان وهذا أحرز المسلمون نصرا مرينا على الكافرين وكانت بذلك غزوة ودر نقطة تحول كبرى في ميناء الدولة الإسلامية على القاضي الكفر والشب نرى الآن فظل من ساهم في هذه المعركة من الجهود جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابن عمي نافق يعني كان من المنافقين أتأذن لي أن أضرب ونقه فقال صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا وعسى أن يتفر عنه يعني هنا أندروا بفضل أهل بدرا وفي رواية وما يطريق لعله الله طلع على أهل بدرا وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت بكم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم أهل بدرا ويقدمهم على غيرهم وخص أهل بدرا من أصحابه لأن يزادوا في صلاة الجنازة عليهم على أربع تكديرات تمييزا لهم نصل الآن إلى العبر والدروس من هذه الغزرة غزرة بدر هي أول انتصار من المسلمين في حروبهم ولم تكن من المطاع الكبيرة من حيث عدد جموش المتحاربين واستعدادهم الحربين فإن عدد المسلمين كان لحو ثلاثميات وثلاثمتاش فردا يقابلهم من ناحية المشركين نحو ألف يعني ثلاثميات مقابل ألف من أهل مكة رغم ذلك كانت هذه الغزرة بمثالة حجر الأساس في انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقائم اللاحقة ويبدأ نحو نهال في تاريخ الإسلام والتاريخ العالم أبدأ بعد مؤرخين استقرابهم لما أصاب أعداء الإسلام من الفشل مع أنهم كانوا أكثر عجبا من المسلمين إذا الانتصار المسلمين كان نتيجة لعدة عوامل صعيهم إلى القضية والاستشهاد من أجل نصرة دينهم اتصاف الرسول صلى الله عليه وسلم بزينات القائد الفتف ومع ذلك فإنه يستشير أصحابه ويأخذ برأيهم لم تصدر عن صحابته أي مخالفة لأوامره هنا بسرعة نفهم علاش في غزة المهد كانت هناك هزيمة للمسلمين لأن المسلمين في هذه الغزوة لم يأخذوا بلسيحة الرسول كما يجبون ونعرف عن القصة كيف نزلوا من جبل الرماد وما حدث بعد ذلك لم تصدر عن أصحابه أي مخالفة لأوامره دخل المسلمون هذه الغزوة وهم على قلب رجل واحد وفي الختام فإننا ندر الله عز وجل بقولنا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبالك لنا في ما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يغضى عليك إنه لا يهل من واليت ولا يعز من عاليت تباركنا ربنا وتعاليت لا منجى منك إلا إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجنعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة